بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اعلان وظيفة فاضح لرويترز يهاجم فيه اردوغان ويطلب موظفا يعمل فقط لرويترز لمهاجمة الرئيس رجب طيب اردوغان تركيا ترد على هذا الاعلان الحكومي البريطاني بقوة فماذا قالت تركيا لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية قدمت قناة تيراتي وورلد التركية ردا على وكالة انباء رويترز البريطانية التي شنت حملة تحت اعلان لوظيفة لنائب رئيس مكتب تركيا عبر منصة لينكيدن والتي استهدفت من خلاله تركيا والرئيس رجب طيب اردوغان فقد اشارت قناة تيراتي وورلد التي نشرت اعلانا عن وظيفة بانها تبحث عن مراسل في لندن الى اعلان رويترز الفاضح وفي وصف الاعلان لفتت تيراتي وورلد الانتباه الى تزعزع الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة والمشاكل الاقتصادية وحقيقة ان هذا البلد لا يزال يحكمه التاج في القرن الحادي والعشرين وجاء في وصف الوظيفة التي تطلبها تركيا لمواجهة الاساء البريطانية نحن نبحث عن صحفي ديناميكي وخبير للمساعدة في قيادة ملف اخباري لوضع جدول الاعمال من المملكة المتحدة وهي عضو في حلف الناتو وقوة اقليمية محورية لا تأثير كبير في امن اوروبا والشرق الاوسط ترك فشل الحكومات المتتالية الاستجابة لتحديات مثل فيروس كورونا والبركيست والازمات الاقتصادية العالمية بريطانيا في حالة اضطراب سياسي تضع الحكومات قصيرة العمر مستقبل المملكة المتحدة في حالة من عدم اليقين وتحولها بعيدا عن اوروبا واعادت وفاة الملكة اليزيبس الثانية اشعال الجدل حول مستقبل الملكية حيث شكك كثير من الناس في ذلك كطريقة للحكم من العصور الوسطى في عالم حديث وجاء ايضا في الاعلان التركي الذي وجه ضربات قوية للجانب البريطاني نحن نبحث عن فرد يتمتع بمهارات قوية في الكتابة واعداد التقارير مع القدرة على تقديم قصص مؤسسية عميقة في الوقت نفسه يجب ان يقدم الدعم لفريقنا بينما يشرع في تغطية القضايا الرئيسية مثل سعي الحكومة الاسكتلندية للاستقلال والتهديد الذي تشكله على وحدة المملكة المتحدة والتضخم الجامح والجنه الاسترليني واضاف الاعلان التركي الذي اراد ان يرد على الاساءات البريطانية المملكة المتحدة هي واحدة من اهم الاسواق في العالم يحظى اقتصادها وسياستها ودبلوماسياتها وسياستها الهشة باهتمام كبير للعملاء الماليين والاعلاميين وكذلك القراء على منصاتنا الرقمية ومنصات الانترنت وتابع المملكة المتحدة قصة معقدة وسريعة الحركة سيكون المرشح الناجح مراسلا وكاتبا قويا يتمتع بصرد مقنع وقدرة على قطع صورة مركبة في كثير من الاحيان لاخبار قصة جديدة السياق ومتوازنة والتقاط الاهمية السياسية والاقتصادية للاحداث وتداعياتها الدولية سيتعاون مراسل لندن ايضا مع مراسلين في واشنطن واسطنبول لانشاء قصص استقصائية ومشروعات طويلة المدى وتطويرها وجاءت صيغة الاعلان هذه ردا على اعلان نشرته وكالة ريترز وصف بانه مسيء لاردغان ورئيسها تعلن وكالة الانباء البريطانية ريترز عن وظيفة شاغرة لمكتبها في تركيا تبحث فيه عن شخص يمكنه كتابة اخبار ضد الرئيس التركي رجب طيب اردغان مشيرة الى ان الهدف هو تهديد اعادة انتخاب اردغان لفترة رئاسية جديدة وذكرت ريترز في الاعلان الذي نشرته على موقع لينكد ان المختص في نشر فرص العمل ان الرئيس رجب طيب اردغان وخلال عقدين من وجوده في السلطة ابعد تركيا عن التقاليد الحديثة والعلمانية وحولها الى كيان دبلوماسي وعسكري طموح في المنطقة الممتدة من جنوب القوقاز الى شمالي افريقيا واضاف الاعلان نحن بحاجة الى شخص يتمتع بمهارات قوية في الكتابة واعداد التقارير يمكنه تقديم قصص عن الشراكات في المرحلة التي تضررت الليرة التركية فيها مع ارتفاع معدلة التضخم مما يهدد اعادة انتخاب اردغان في الفترة المقبلة وفي وقت سابق اكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين الطون ان وكالة الانباء البريطانية رويترز هي جهة تمارس التلاعب المنهجي الذي يستهدف الرئيس رجب طيب اردغان وتركيا وتنشر اخبارا مضللة ومزيفة اذا متابعين الاعزاء تابعنا معكم هذا الرد التركي على هذه الاساءات البريطانية حيث عرضت بريطانيا وظيفة لمراسل يعمل على مهاجمة الرئيس رجب طيب اردغان في حرب مفتوحة يشنها الغرب على الرئيس اردغان استباقا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي ستجري في تركيا بعد عدة اشهر من الان كما تعهد بايدن ايضا رئيس امريكا في حملته الانتخابية بانه سيسعى لازاحة اردغان عن السلطة بواسطة دعم المعارضة التركية في تدخل سافر في الشؤون الداخلية التركية اذا الحرب قد بدأت وقد شاهدنا ذلك واضحا جليا عندما اجتمع السفير البريطاني باكرم امام اغلو في مطعم السمك في الليلة الشهيرة عندما كانت العاصفة الثلجية تعطل وتشل الحركة في كل اسطنبول في العام الماضي بينما كان امام اغلو يستمتع في مطعم السمك مع السفير البريطاني في اسطنبول كما شاهدنا ايضا السفير الامريكي وهو يجتمع باكرم امام اغلو اذا الحرب ذات ابعاد عديدة منها شق سياسي ومنها شق اعلامي هذه المرة رويترز وكالة الانباء البريطانية بكل بجاحة وبكل صفاقة تقوم باعلان وظيفة فاضحة تهاجم فيه الرئيس رجب طيب اردغان دون حياء او خجل او وجل لذلك لم يتأخر الرد التركي حيث اعلنت تي ار تي وورليد التركية ردها بالمثل حيث فضحت الواقع البريطاني الهش وقالت لهم بصريح العبارة ان كان بيتكم من زجاج فلا تقذفوا الناس بالاحجار في اشارة الى الخلل الكبير في منظومة الحكم والاخفاقات السياسية والاقتصادية وكذلك الصحية فيما يتعلق بازمة كورونا عندما رأينا سياسات متخبطة بقيادات حكومة قصيرة الاجل تحكم بريطانيا اذا المعركة قد بدأت بريطانيا تكشر وتعلن انها في مواجهة الرئيس اردغان كما تابعنا ايضا الموقف الامريكي متمثلا ببايدن في حملته الانتخابية ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف بتركيا وان ينصر اردغان وان يوفقه في هذه المعركة المصيرية لا نقول في مواجهة اطراف معارضة في الداخل فمواجهة الاطراف المعارضة هو اهوا بكثير على اردغان ولكن التآمر الدولي والاقليمي هو الخطر الحقيقي الذي يستهدف تركيا في واقعها الحالي وفي مستقبلها حفظ الله تركيا ورئيسها ووفقهم دائما لما فيه صالح الاسلام والمسلمين متابعين الاعزاء في الختام ان كانت مادة هذا الفيديو قد اعجبتكم لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته